في زيارة لستين فتاة اماراتية لمملكة البحرين ضمن برنامج قيادي 2020 قال رئيس الوفد في تصريح خاص لمركز الاخبار ان هذه الزيارة قد حققت عددا من الاهدف المرجوة وهي تعريف الفتيات المشاركات في البرنامج بالكثير من الجوانب السياسية في البحرين وما تتمتع به المملكة من حرية في التعبير لافتا الى ان هذه التجربة قد اثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات بالاضافة الى التوافق على ارسال وفد بحريني لسيدات اعمال بحرينيات للتعرف على مجال الاعمال في دولة الامارات العربية المتحدة لان احنا كمؤسسة وطنية هناك اتفاقيتين تقريبا من وقع مذكرات التفاهم بين مجلس النواب وبين مؤسسة وطنية لدعم العمل مؤشرات الوعي السياسي او نقل معرفتنا نحن وما تم تطبيقه في دولة الامارات الى البحرين والتعاون ايضا ما حدث في البحرين الى الامارات وايضا هناك معهد تنمية سياسية ومذكرات التفاهم لتقارب وجهات النظر بين العمل المؤسسي في مؤسسة وطنية وتنمية المجتمع وهذا نحن سعيدين ايضا بما تم بالنسبة لمذكرات التفاهم هي تحديد المسار اللي بيكون عليه هذا نجاح ايضا هناك حديث عن قيام وفد من سيدات الاعمال الشابات البحرينيات بزيارة الامارات ولا اطلاع على تجارب الامارات مثل مؤسس محمد مراشد يدعم مشاريع الشباب مؤسسة دبي للمرأة فيشوفون التجربة ايضا نفس الشيء نقل المعرفة لهذا نحن شاكرين للبحرين ونتمنى استمرار التعاون بيننا وبينهم